السلام السلام عليكم صبري 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 ما تبكي ما تفري دابع يفراج ربي يحسن عامونك عامري أهلية سبحان الله شي للناس المزيانين ولي نيتهم صافية ولي كيصبروا على حقهم ربي كيعوذهم حسن الحمد لله البارح سيدنا الله ينصروا زف لنا خبر ديال تتويج المغرب بحتيضان كعس العالم دوميل ترونت 2030 فرحة تاريخية يعني في الحمد لله أي مغربي قح وسمع هذا القبر يفرح فرحنا لبلادنا يعني الحمد لله الحمد لله والشكر لله وأنا كنت متأكد أن مور القرار اللي خدا سيدنا الله ينصروا بتطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل لا أعرف بأن المغرب لم يرى واحد طريق ديال الخير علش لأن المغرب الحمد لله بدأ يدرك المصلحة دياله والحمد لله المغرب غادي من حسن الأحسن كين مشاكل كين ناس ممزيانينش لا من الحكومة ولا من الشعب لكن كما كان الحال كينوح إرادة إرادة عند غالبيات المغربة أنهم يزو المغرب للفق وهذا تنظيم كسل العلام هو فرصة فرصة زوينة للمغرب ورب يسبحنا وتعالى لاحتنا على القضية ربك يبغي ديك البلاد أقسم لكم بالله ربك يعطينا دائما الفراس في نطوره رأسنا وفي نصلحه أخطائنا بداية من كورونا كورونا شفنا جاتنا واحد الجائحة واحد الحالة اللي هي استثنائية وفرضات علينا أنا ننتنضمه وهذه هي مشكلة نحنا في المغرب النظام ولا ديسبلي فالحمد لله جاءت كورونا كانت محاولات من الدولة النظام الشعب هذا كل شي تنضم ما كانش ذاك شي يعني بيرفكت يعني ما كانش ذاك شي طوب ولكن الحمد لله تعلمنا شوية جاءت مراهة هذا الزنزال زلزال يعني فاجعة ومصيبة لكن ربي سبحانه وتعالى أعطينا واحد ضرس أو واحد يعني واحد امتيحان وهذا زنزال جاء بمراه يعني متافقي نجام شو ضحايا الله يرحمهم وناس تريبت لهم ديورهم الله يكون حسن عوانهم والله يكون في عوانهم ولكن مع ذلك جاءت واحد الحواج ايجابي اللي بينات أن الشعب المغربي شعب الحمد لله شعب كريم وشعب متآخي ومتآذر ويعني حساتنا كامل هذا الزنزال حسنا نحنا كامل المغربة بدك الروح دلتهم مغربي الروح المغربية الروح المغربية تقول لي هادي العادل مغربية المغربية ما كيعونوا المغربية شبنح نأكل الحمد لله الناس كل شي اللي في خارج المغرب ولا داخل المغرب كل شي كيتعاون اللي ما عندوش قاشت واحد سيد مسكين ما عندو خمسي كيلو مسكين في واحد القرية عندو خمسي كيلو ديال دقيقة باش يعيش ولادهم مش تبرع بهم بحال هاد شي يعني شي حويج رائع بك تحسك بالفخر انك مغربية دابة فرصة جديدة لديل النهوض كل شي النهوض الاقتصادي الاجتماعي التقافي السياسي السياحي كل شي هو هذا المونديال هذا احنا قد عرفوا بعنا دول دول كانت قبل المونديال في حال امور المونديال ولاد في حال آخر سبانيا سبانيا تنضمت المونديال 81 عاد طلعات يمكن الناس 80 و 84 و من الناس اللي ما عقلت هنا ممكن باقي قامت زادت الناس اللي يعقلوا على المونديال الصبريون يعودوا لنا يعني المونديال الصبريون عاد تهزا الصبريون جاء هذا المونديال هذا في 2030 هذا المونديال سيرجع بواحد الخير كبير للشعب المغربي أنا لم أفرحت لأنه سيأتي منتخب برازيلي ولا منتخب إسباني ولا منتخب أو منعف سيكون اعتزل ولا لاعب مشهور سيأتي للمغرب لا لم أفرحت لأتي هذا شي فرحت أنه هذا العائد العائد الذي سيرجع للشعب المغربي الحمد لله نحن عايشين برا ولكن نفرح البلاد الشعب هنا من الدعبة سيبدأ الخدمة الصبع طارات سيتحسن البنية التحتية الحمد لله لدينا بنية التحتية زوينة ولكن ستزيد الخدمات سيتحسن السيرفيس الإدارات والسيرفيس المؤسسات ستبدل سيتطور سيتماشى معه تخلينا هذا المونديال هذا ماشية ما نعرف ملتقة الكتاب العربي لا هذا المونديال يجيو الناس عالمين عندك فالسيرويس ستبدل الخدمات ستبدل وأهم شي العقلية خاصة تطور العقلية خاصة تطور وخاصة يعني تولي أكتر تحط تطور 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 على المستوى الشعبي الفوضاء القانون وتجاوز القانون كل شي ستخصوية تحيد تحيد العائد كذلك على الأمن لأن المغرب سيتمقاد 14 21 وجنوية ومبنادم وخارج غريسي ودساك تحيد الأمن الآن سيت فانتيني عندك ناس سياح وضيوف بعدما يجي واحد يخسر لك الفيلم الجنوية ليس يخسر لك الفيلم ليس يقرسي لك الإنجليزية أو الأمريكانية أو يابانية لا صعف لكوش تقد وأنتم تشوفوا هذا شي نقول لكم فهذا شي مزيان ولكن الدولة لا يمكن تقوم كل شي بوحدها خصونا نحن كذلك نساعدوا في هذا شي وأهم حاجة هي التوعية نحن نتمنى أن نحن نحن في المغرب أو خارج المغرب يتكلموا فادل مواضيع ويضعوا الناس على النظام ويضعوا على انضيبات ولا يعني لم يبقوا نحن قبلين غير هذوك شوفوا شنو دارو هذا شير عطون هذا ما نحن لا خاص تكونوا وحد في هذه التوعية حيث أكبر سلاح اللي كيمتلك المغرب هو الشعب المغربي هو الإنسان المغربي فهذا الإنسان اللي طورتي و انضمتي وتقفتي رعب ما كان يقضي ذلك في العالم كله يجمو عليك لزكس المخلوقات الكائنة الفضائية أوفو يجمو عليك محصن رأسك الداخلي وكل شي فحنا سنشوف هذا الأبعاد آية فرحاني الحمد لله فرحنا مواطن مغاربة فرحنا بكاس العالم لكن منسوش هذا الشي خصدا بدأ الخدماء ما سنبقى ويرا فرحاني ونعسي لا خدمو توعية توعية الناس النظام النضيبات الخدماء اللي عندو شي فكرة ده بيخرج يبينها اللي عندو شي مشتروع يخرج حاول ينفدو الشابب دينا يخدمو الحركة دور الاقتصادي دور منتين ينضيبات باش باش كونا نعيش مزيانين كوش يقع الشعب المغربي يعيش مزيان هادي فرصة يعني احنا دابا ماشي الغاية دينا هو كاس العالم الغاية دينا هو دك الترتيبات اللي غادي يجي قبل كاس العالم ودك التحضيرات لانستفدو من احنا لانا كاس العالم ماش حال يتنظم عشرين ثلاثين يوم شهر قاع الى طول ما عارضت انا كاس العالم ماش حال يكون مهم بك مناش ثلاثة الصيمانات يمكن كاس العالم كيدوم ثلاثة الصيمانات صافي ولي تقل لعب هنا مباراة هنا صافي ومشي اللعب ومشي المدرب ولي كاس العالم دا وصافي وكن كيبقى هذيك الخدمة اللي اللي خدمتي فوق الارض فكانت هذي الفكرة دي اللي في هذ الموضوع هذا الحمد لله وتبارك الله عليكم و الى الامام ان شاء الله المغرب غادي القدام ولكن ما ننساوش شوية شوية نضيباط شوية نقول داك شي اللي خصوية تصلح باش تكل امور مزيانة و مبروك مبروك عليكم اخوتي المغربة وتحياتي لكم تلقوا ان شاء الله فيديو جديد نتمنى لكم امسية سعيدة تحياتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة